اشتركوا في القناة ورحبت صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالضيوف وهناتهم سموها على افتتاح مكتب برنامج الأمم المتحدة للمرأة في البحرين معربة عن أملها في أن يعزز هذا المكتب العلاقة بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة والمجلس الأعلى للمرأة وأكدت سموها سعداد المجلس الأعلى للمرأة الدائم لتعزيز التعاون مع الأمم المتحدة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة وخاصة وأن المجلس يعد أكثر من 15 عام على إنشاءه أصبح بيت خبرة أقليمي في تلك القضايا ولديه تجارب ثرية في مجال تقدم المرأة وتكريس مبدأ تكافو الفرص وإدماج احتياجات المرأة في التنمية كما نوه سموه بالجهود الأممية الرامية إلى تمكين المرأة في مختلف دول العالم وخصت سموها بالذكرى الجهود المبدولة من خلال منظمة الأمم المتحدة في الترويج لجائزة سموها العالمية لتمكين المرأة وقالت سموها في هذا الصدد إن المجلس الأعلى للمرأة يتطلع إلى إعلان تفاصيل عملية الاشتراك في الجائزة في شهر مارس القادم في مقر الأمم المتحدة بنيويوركا على أن يتم الإعلان عن النتائج بحلول ديسمبر المقبل 2018 في حفل يقام في البحرين كما عربت سموها عن شكرها لمشاركة الأمم المتحدة في فعالية إطلاق قاعدة بيانات وأحصائيات العنف الأسري تكاتف من قبل المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة الداخلية وذلك كجزء من حملة الأمم المتحدة الرامية لمناهضة العنف ضد المرأة وأكدت سموها أن هذه المشاركة شكلت فرصة مواتية من أجل إطلاع الأمم المتحدة على جهود مملكة البحرين في مجال مكافحة العنف ضد المرأة وتعزيز الاستقرار الأسرية من جانبها أبدت السيدة فومزيلي مابابو نوكوكا أعجابها بالتجربة البحرينية في مجال نهضة المرأة مؤكدة رغبة الأمم المتحدة الدائمة بالتعاون مع البحرين من خلال المجلس الأعلى للمرأة في كل ما يتعلق بقضايا المرأة مثمنة جهود صاحبة السمو الملكية الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة في هذا المجال مؤكدة أن زيارتها للبحرين ومشاهداتهم من فعاليات يعزز من التعاون المشترك بين هيئة الأمم المتحدة والمجلس الأعلى للمرأة ويؤسس المزيد من التواصل والتنسيق المشترك على صعيد تبادل القبرات والتجارب خاصة وأن البحرين أصبحت نموذجا يحتذى به عالميا في مختلف قضايا تمكين وتقدم المرأة هذا وقامت صاحبة السمو حفل الاستقبال جمع ضيفة البلاد بعدد من القيادات والفعاليات البحرينيات من مختلف القطاعات والتخصصات حيث أطلعت عن قرب على نماذج واقعية وأنجازات نوعية تعكس بشكل صريح ما استطاعت أن تحققه المرأة المحرينية ميدانيا ومشاركتها في عدة مجالات كمواقع اتخاذ القرار وكقوة عاملة في التنمية الناتج الوطنية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة